موضوع واحد عشرة العودة لساحات التظاهر هي راح تصير يوم واحد عشرة الكل راح يرجع الى ساحات التظاهر لكن الاتفاق انه بدون خيام بدون تصعيد مجرد احياء يعني ذكرى مظاهراتنا العظيمة لذلك راح يذهب الشباب الى الساحات يوم واحد عشرة لكن بدون بدون تصعيد الخوف من انه اكو جهات رافضة لوجود السيد الكاظمي على رأس السلطة ان تستغل هذا التواجد ان تستغل هذا التواجد وتنشئ مظاهرات باسم المتظاهرين تسعى لاسقاط الحكومة السيد الكاظمي اليوم عدد كبير من الكتل السياسية يعني غير راغبة بوجوده بعد ما ضيق الخناق عليهم بالمنافذ الحدودية بعد ما بدأ يرسل رسائل يعني اجتماع البارحة بالوزراء وكلامه مع الوزراء انه اللي خاف بعد يقعد ببيته احنا لازم نكون انتحاريين تدري اكو وزراء يعني عندهم ارتباطات سياسية هذا الشو راح يقدر يشتغل بهالطريقة هذه هذا كلتا يعني خلى اكو كتل سياسية يعني هي هي رافضة اساسا واكو كتل اليوم انضافت الها واكو مجاميع ايضا لا ترغب بوجود السيد الكاظمي على رأس السلطة هذا كل اليوم قد يذهب لاستغلال مظاهرات واحد عشرة لذلك نطلب من السيد الكاظمي ان يستمر بارسال رسال اطمئنان للشعب العراقي حتى لا ينزل الشعب العراقي بشهر عشرة ويسوي مظاهرات يعيد المظاهرات الى زخمها حتى لا ينزل الشعب العراقي بشهر 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 الع